بسم الله الرحمن الرحيم أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد أخي ستبيد جيوش الظلام وي الشريق في الكون فجار جديد فأطلق لروحيك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد أخي قد صرت من يديك التما أبات أن تشلى بقيد الإمام سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود مخضبة بوسام الخلود أخي هل تراك سأنت الكفاح وألقيت عنك هليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع راياتها من جديد أخي إنني اليوم صلب المراس أدك صخور الجبال الرواس غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد سأثار لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين أخي إنني ما سأنت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح فإن أنا ميت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد وأنت ستمضي بنصر مجيد وإني على ثيقة من طريق إلى الله رب السنى والشروق فإن عافني السوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق أخي فامضي لا تلتفت للوراء طريقك قد خضبته الدماء ولا تلتفتها هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء فلسنا بطير مهيض الجناح ولن نستذلى ولن نستباح وإني لأسماء صوت الدماء طويا ينادي الكفاح طويا ينادي الكفاح أخي إن درفت علي الدماء وبللت قبري بها في خشو فأوقد لهم من رفاة الشمو وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد أخي إن نمت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلون فطوبى لنا في ديار الخلون أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد